إنها لحظة تاريخية في أفغانستان قاعدة باقرام التي دخلتها القوات الأمريكية عقب غزو أفغانستان عام 2001 خرجت منها بعد عشرين عاما إخلاء القاعدة وتسليمها للقوات الأفغانية مؤشر بحسب مسؤولين أمريكيين على أن الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية والأجنبية الأخرى من أفغانستان بات وشيكا ويأتي هذا التطور بعد اكتمال انسحاب القوات الألمانية والإيطالية المشاركة في مهمة حلف شمال الأطلسية الناتو على الجانب الآخر رحبت حركة طالبان بإخلاء قاعدة باقرام ووصفتها بالخطوة الإيجابية مؤكدة أن انسحاب القوات الأمريكية الكامل سيمهد الطريق أمام الأفغان ليقرروا مستقبلهم مستقبل يبدو غير واضح المعالم مع إشارة الخارجية الأمريكية إلى أنها لن تقبل بأي حكومة يتم تنصيبها بالقوة وإن تلك الحكومة لن تخضى بالشرعية ولن تتلقى مساعدة من المجتمع الدولي ما يفتح التساؤلات حول تداعيات الخطوة التي تقوم بها طالبان بسيطرتها على المدن الأفغانية الواحدة تدوى الأخرى على مستوى مقياس المكاسب لهذه الحرب التي شنتها أمريكا كانت تكلفة هذا الغزو والوجود العسكري والأمني لمدة عشرين عاما في أفغانستان باهظة للغاية من الناحية البشرية في حرب كلفت أكثر من تريليون دولار لكن الأفغان أنفسهم هم الذين تحملوا العبء الأكبر من حيث أعداد الضحايا حيث قتل بحسب أرقام رسمية أكثر من ستين ألفا من أفراد قوات الأمن الأفغانية ونحو ضعف هذا العدد من المدنيين فبعد مرور مشرين عاما ما زالت البلاد لا تنعب بالسلام واصط دمار بالبنى التحتية وأزمات كبيرة بالتعليم والطبابة وأعداد اللاجئين الكبيرة ليبقى ذلك السؤال المحرج هل كان الأمر يستحق كل هذه التكلفة البشرية والمالية؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر